يا الله بكم السلام ومرحبا حياكم الله سماحة الردود نوماس بشرون عنكم صلى على محمد وآل محمد والله صلى على محمد وآل محمد والله الحمد لله تشلونك والله بخير ارفع الصوت ارفع صوتك بارك الله فيني والله يسلمك والله يخليك شو رحيته والله انت تعلم ان الامامة ضرورة من ضروريات الدين أليس كذلك ايش اللي قال الامامة ضرورة من ضروريات الدين شي اكيد طيب كيف نعيش بدون امام بقالنا 1200 سنة اه اه وحنا داعد ناخذ ناخذ يعني التعاليم من المراجع كتبه اي من المراجع من المراجع احنا ما عندناش كتاب صحيح اما نيجي نستدل عليكم من رواية من كافة اونا تقولوا لا يوجد عندنا كتاب صحيح المهم احنا بداخد دينا الام المراجع فاصبحت الرسالة العملية للمرجع اهم من الامام الغائب بقاله 1200 سنة لان استفادة من الرسالة العملية للمرجع اكثر من الامام النقطة التانية ما رخصتك اتفضل ما رخصتك شفاء مقاطعة اتفضل انت اه انت درست فين انت درست فين تعرف حوزة كم انت انت درست وين درست انت تعلم تعرف حوزة كم انت اخي عفكم انا درست انا درست ماذا بقال البيت اين درستك انا ابيد لك الان هو طب الفترات اللي كان فيها امام والفترات التي ليست فيها امام ايه الفرق سواسية الامر سواسي بقالنا 1200 سنة عايشين بدون امامه ولا نحتاج ان يخرج ولو قعد 1000 سنة كمان ولا 3000 سنة كمان ما يخرجش عايشينه فليه تقولون بوجوب الامام شوف مراحبتك شون عايشين احنا بالجهل السيد كمان حيداري بيّن ان موضوع الامام يعني السفراء الارماعة هما اللي بس مراحبتك على اتباك بس مراحبتك بس مراحبتك شلون عايشين احنا شلون ما نحتاج شلون ما نحتاج الامام انت ابوك مات ولا عايش لا لا بس مراحبتك انا هبين لك اهو هبين لك شفت الفتاوة السعودية بالذبح والتبجير اوه السعودية بتقول دبعوا فقّروا صح اه السعودية بتقول السعودية راحت حركة مساجد الصرخية الصدرية حركوا مساجد الصرخية السعودية امرت كما يفعل الشرازية الان بتكفر اتباع ولاية الفقه الخميني وخاميني ومن على شاكلته السعودية عملت اقامة جابريا لكمال الحيداري انا مالي مالي السعودية بس ما كولي الهباب دا وتنتم اللي عاملينه في بعض وانا بقولك انت امامك عملين ايه تاني حدا انت امامك ما يخرج في كتاب وعرضت الكتاب والله يبقر بطون الحبالة ويخرج الصبيان على الرماح وعرضت الرواية قبل كده ورب الكعبة يخرج الصبيان على الرماح امامك المهدي سيفعل ذلك فانت اقول التفجير والتخريب دا عندكم انا بس باسأل حضرتك سؤال دلوقتي احنا عايشين بقى انا 1200 سنة بدون امام عايشين او انا مش عايشين ايه عايشين اهيوة ايوة كده ولو عيشنا كمان اكتر من 1200 سنة هنعيش بدون امام اليس كذلك ايه طيب احنا لا نحتاج الى امامك الغايب هذا وزي ما قال السيد كامير الحيداري هذه اجذوبة السفراء الاربعة انا عايزك تتبرق من هذه العقيدة يا سماحة الردود نوماس والله حتى تنجو بنفسك من النار لا هي شلون يعني شون هسانك يعني يعني انجو من النار يعني انا هس على طريق يعني يعني اذا اذا اكو امام يظهر وانا مثلا اقتد بالامام يعني اطب بالنار يظهر فين بس ايوة الله انت على العقيدة لو مت عليها تكون في النار كده لو مت على هذه العقيدة لان ما فيش امام اصلا وأجداد أجداد أجدادك من أقول لك وأفهمك أجداد أجداد أجدادك كانوا يقولون أجدادك اللهم عجل لوليك الحجة اللهم عجل لوليك ابن الحسن الحجة اللهم عجل للإمام وما خرجش ولن يخرج والله ماتوا على هذه العقيدة الواهية الخرافية فأنا مش عايزك تموت على ما ماتوا علي وإعلم أني والله أكلمك من قلبي محروق علشان نفسي يأخذ بيدك للجنة هاي الروايات مستند عليها ويظهر عيسى المسيح ويصل لخلف الإمام دعم هايزها الإمام في آخر الزمان الإمام واخد القرآن الكريم الصحيح وهرب الإمام واخد الصنة الصحيحة وهرب كل ما نسأل الإمام إثنى عشري هات لكتاب صحيح لا يوجات عندنا كتاب صحيح محمد بن يعكوم الكولاي لما ألف كتاب الكافي ده كان موجود في عهد السفراء الأربعة لماذا لم يأخذ هذا الكتاب ويعرضه على إمامك المهدي لماذا أعرضش الكتاب ده على السفراء الأربعة يعرضه على إمامك المهدي يصحح لكم حتى امتر رواية يروني يصحح لكم شوية روايات على قد شوية الصفحة دول بس تتعبدوا بيها مش كل مواحد يكلمكم تقوله لا يوجد عندنا كتاب صحيح يا سماحة الردود نوماس اعلم والله أني أتمنى لك النجاة وأن هذا المعتقد مخالف لكتاب الله تبارك وتعالى معتقد من صنع البشر ولو كان من عندي غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا سيد حيدر أنا اسم رامي عيسر حياك الله ليش 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 ما تكتب رامي عيسر ما نكاتب سيد حيدر علشان أخذ بيدك إلى الحق يا سماحة الردود نوماس علشان تسمع مني أنتو بتحبوا السادة أنتو بتغلوا في السادة وبتحبوا السادة فما حطت لك سورة واحد معمم بعمامة سودة هتقول لي حياك الله يا ابن فاطمة حياك الله يا ابن الزهرة حياك الله يا جدتك جدتك فاطمة شنو الإشكال شنو الإشكال بيها ما هي الحقيقة وجد رسول الله يعني غير هو نسب عليه الصلاة والسلام ما أنا بقى أعطي لك السورة دي عشان تسمع مني بس أنت إيه رأيك كده دول بس ما أخصتك أنتو ما أعطكم نسب في مصر مثلا للسادة مثلا لذرية رسول الله نعم عندنا نسب لذرية رسول الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد اعمالي مشيت فإني لأغني عنك من الله شيئة مفيش وساطة يوم القيامة إحنا لو بندعوا واحد الآن نصراني يهودي ملحد إسمعني بس لو بندعوا نصراني يهودي ملحد بوذي أي واحد على غير دين الإسلام وبنقول له تعالى خش للإسلام ده بس خلي بالك الدين ده لا يؤخذ إلا من قل بيت محمد فقط وأفضل الناس شهازي الأمة هم قل بيت محمد فقط ولا تأخذ دينك إلا من قل بيت محمد فقط ولازم تقدس آل بيت محمد فقط وأي واحد تشوفه بإعمام السودة هو دوت السيد وهو ده من بيت آل محمد ودوت يجوز له يأخذ خمس المكاسب وسهم الإمام هيقول لك إيه الدين العنصرية ده هو النبي هذا صلى الله عليه وسلم عياذا بالله النبي هذا كان لا يقدم إلا أقاربه أقربكم عند الله مين آآ البيت محمد ولا أطقاكم نعم اه لا فرق بين إعجام بين عربية وعجمية إلا بالتقوى فما تقول ليش انه دوت HIM ceremony سودة ودعم مخضرة رام tank نرقى لموضوعنا ثاني وإن إمامك تلك المهدي رام رام انضتينا من مجاح خدنا نحسين الحديث الحديث الحقيّك الله حيّك الله الحديث ليس كفق شهازي الحديث Leave Those нее أعتفضل بـ أك اسمعك لما دخل داعش العراق يا عم أنا مالو مالداعش نعم والحج الشعب الأخوياء وإحنا وقفنا وحامنا السنة أنا عارف الكلام اللي حضرها قتقولي بس أنا برنامجي ليس سياسي والله أم أنا بمتحدث في السياسة وأنا أتبرأ من الخوارجي وأتبرأ من الروافض أيضا أنا بس برجع وعيد عليك السؤال وبقرر عليك السؤال يا سماحة الردود وين إمامك المهدي لماذا أنت تقول أننا نحتاج إليه أجدد أجدد أجددك ماتوا على هذه الخرافة إحذر أن تموت على هذه العقيدة يا رجل ما تطينا ما جعلنا حشي أنا ماليش دعوة بعناصر وداعش والحجد الشعبي وماليش دعوة بالموصر وماليش دعوة بالشام أنا بكلمك دلوقتي في الدين وين إمامك المهدي موجود فين موجود فين موجود حي يرزق فين يا عم بقى أقولي وأنا عاد أقولك فين طلق مرته أقولي انا عاد أون مجال لا خذ ما قاله ورو TR بس قولي وين الامام لا ماستر ، لا مستر هذه غير لا ما يستري أنا أسفелен أaso أنت حافظلك اه كتاب وما تطينا مجال لا لا معلش وين بقى الامام خلاصه يلا وين الامام اقوللي يلا الامامة الامامة عندنا احنا عندنا السيد انت دول سيد وابن فاطمة اي نعم عندنا السيد حل سستاني الله يحظه اخرجنا من الظلمات الى النور اعوذ بالله ما شاء الله عرفت بقى مش امامك المهده هو مش الاعمال اللي اخرجوكم من الظلمات الى النور السيد السستاني اللي مالوش تسجيل واحد ولا اخرجكم من الظلمات الى النور السيد السستاني اللي عمره متكلم اللي هو اللي اخرجكم من الظلمات الى النور السادة السستاني اللي تحدى الصرخ ان يأتي بنسبه الصحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم وعجز اخرجكم من الظلمات الى النور السادة السستاني اللي جنب النجف جنب بسجد الامام عالي وضرح الامام عالي وما بيصليش جماعة مع الناس وبيصلي في البيت كان نسواد هو اللي اخرجكم من الظلمات الى النور فيه ده الرسالة العملية بتاعته مليانة طوام ده انا عمل 16 حلقة على قناة صفا بعنوان السستاني خفاية واسرار وفيه كتاب نازل قريبا ممكن خلال شهر بإذن الله عن السستاني اسمه السستاني خفاية واسرار انا بس برجع وعين عليك السؤال تاري وين امامك المهد ايسابكم للسستاني يخرجكم من الظلمات الى النور هل السستاني معصوم وين امامك المهد يا سماحة الردود نومات اعطينا مجال ما تبطينا مجال يا ما فيش الكلمة دي تأعطينا مجال ما تأعطينا مجال وبنعتك ما بتجاوبش قول لي فين الامام المهد يا سماحة الردود نومات بالله عليك. موجود موجود بس انتم بعيدين عنه. طب لا لا انا هقربه وقل لي فين? قل لي احسس فين كده هالآي يعني يعني ايه ايه بعيدين عنه دي سمحت الردود? هو فين? الناس الاتقياء الناس الاتقياء اه شافتها بالعين المجرد الناس الاتقياء شافتها بالعين المجرد. انت شفته او سمحت ردود? انت شفته? مرخصتك انا ما اشوف انا مو من الاتقياء انا مو من الصالح. يعني انت زي انت زي الابناء العمّة مش من الاطقياء زي ابناء العمّة انا بسمع فاستك هسا تبطينا مجال تبطينا مجال نحشي انت بتاع السيدي سيد علي السستاني الله يحضر لا باللبة لاش السستاني خلينا بس يقول لي في ناس شافته شافت من مهدي الزات اسمع فاستك اخي العزيزي سيد علي السستاني علمائك السنة علمائك الازهر علماء الازهر اللي يحثون على قتل الناس الابرياء والدماء يحثون داعش ويويويوي يعمى من الله عليك وتعشي تقول لي اي عامlich تعلقت وانا مشاغل تسجيل ايه فين الازهر بس بيقولي قتل الابرياء والناس كافكم كذب بقى الحمد الله هذه القنوات كشفتكم فعلا نسمعتلا انهم اسوأ انكم تكذبونها على المسلمين وما نكون ربت لغا دليل تقولولي أعمل اي بويويويويوي دي انا بس عايزت لله عليك تقول لي ديلوقتي عشان اكتم وراءك بس العلوان بالزبطه اارسيل اللوكيشآن بتاع الامام وين الامام انت بتقول لي الامام موجود وين الامام يا سماحة الردود نوماس في الامام علماءكم وين ما عندناش علماء هنيجي ناخد العلم منك قول لي بقى وين الامام انت قلت لي موجود وين الامام الامام موجود وين الامام يا سماحة الردود نوماس وين الامام ناخذ العلم من اهل البيت ودول العلماء يتبعون اهل البيت انتم ما تتبعون اهل البيت شكرا وين الامام بقى mikاني ادي عند measurement ابو حنيفة ابو بكر tungños ولمنافقين شكرا شكرا. وين الامام؟ انت قلت ل للامام موجود. وين الامام؟ موجود. موجود. وين انشاء الله يظهر لكم. فين فين؟ كم يهدوركم. من يا سماحت الردود؟ يا سماحت الردود نومس والله انت الان في القناة، يراك المئات في القناة을 الان يسمعك الانية في القناة؟ طيب قناة فى الصفاء وقناة مغرضة. طيب احنا عايزين للثليل يا سماحت الردود نومس. وين الامام؟ وين الإمام ياسمحت العلمة الردودن و Tribt قتل انتاalia للعم سمحتتاход بس على اللسانة لسانك عن المنبر حسين مبتقافش دلوقتي جيت مأمى عند رم عيسى فين الإمام موسيبك لا احنا لبنقتل ولانهبب وين الإمام بس يا سماحت الردود انتا بتقول موجود وين انتا بتقول اللوكيشان بتاعه فين انتا تقول في ناس بتقابله تب ياقول فين بينام فيل. متزوج عنده اولاد. قل لي عرفنا وين الامام? اه? وين الامام? موجود موجود. موجود متزوج وعدة جهار وشون يأكل وشون يعيش. ما متجوز? شون عشوا اهل الكاف. متزوج يعني هو يعني هو اكله وشلون شربه. اه يعني هو زي يعني انت قصدك تدرى مسلا هو زي كلب اهل الكاف مسلا كانت. اهل الكاف شلون شربه وشلون اكله وثلاثمية وشوية سنة. يعني الامام ما بيقولش نايم نايم زي اهل الكاف. اه? اه? نايم زي اهل الكاف. لا 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 انت انت موانطيك مثال انت تقول ليه اكلش شون شربوه من اياه. لا اكلوا نايمين وكان معجزة وربنا ذكرها في القرآن الكريم. وكانوا وجود لكن وين امامك? رب العالمين ان شاء الله ويظهر ويا عيسى عيسى المسيح ويعيسى المسيح صلي خلف. بس لا اذا ده مش امامك انت انت ممكن تقصد المسيح الدجال? ما يخرج? انت انت ممكن تكونوا وتنتظروا المسيح الدجال. انت بود ادرس بالعزهر بالاكل الارنب والسحالي. والما ادري ايش انتم دولا ايها لا لا لا. انا قلت انا بس يا رب الالك الكتاب بس يا هجب هولت لانك انت بتنكر ايوا بس اهو اهو اهو. 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 لقيت هولك والله يا سمحت ولله يردوك. لقيت ولك. ده كتاب السر المستتر في احوال الاا السر المستتر في العلوم الغريبة والجفري وتعبير الرؤى. بيقول لك هنا سماعة الرذود. بيقول لك اه على الارنب. انت بتقول لي حرم اه حرم تاكل الارنب. في الكتاب ده والله انا عرضتها اكثر من مرة بيقول لك ان الارنب تأخذ خسية الارنب المرأة والمرأة الشعية وتضعها في فرجها. علشان اه ما ما تحب تالد وما شبه ذلك يعني. فانتو عندكم بتاخدوا خسية الارنب بتحطوا الارنب في فروجكم. لكن احنا بنكلوا الارنب. فده الفرق بنا وبينك. حرمتو الاردم ان يدخل في 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 الفم وابتدعونا وفي فروج نسائكم. الله اعلم انتو بقى بتدعو فقد الله اعلم بكم. وهذا الكتاب هو كتاب السر المستدر في احوال اه اه في العلوم الغريبة والجفري وتعبير الرؤى. ليس من عنده والله الكلام ده. ليس من عنده كل ما جيبه طام ما هطاء على ابنكم. احنا اراني بهم ما عندنا احنا اراني. بالعراني بنتو بتشنون. بحوت والله والله ما جايبه من عند الكلام يا اهو 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 اسمعنا اسمع اهو. بيقولك في الكتاب صفحة خمسة وتلاتين. اه الاول اللي معالجة الطفل من عد التباول يجفف ثدي ارنب ويدك جيدا ويطعم الطفل المساب بعد التباول. فانتو قلتوا لاي الارنب بتاكلش بس ناكل الثدي بتاع ايه? بتاع الارنب. ده رقم واحد. رقم اثنين. قلتوا. تأخذ خسية الارنب مع سراته ويجففان وتضع المرأة منهما شيئا قليلا داخل الفرج ليتحقق لها الحمل. ثم ان مولودها يكون زقرا اذا كان الارنب زقر ويكون انسة اذا كان الارنب انسة. فحرمتم على نساكم اكل الارنب. وامرتوهم عياذا بلن يضعوا الارنب في فروجهم. يا عم ايه بعليك بقى ما تغيرش الموضوع وتعطوا قولي الارنب مش الارنب. وين الامام? خلنا نرجع ونقول وين الامام? وينه وينه? والله والله العظيم. تعارف الله والله العظيم. هذا احنا انت مثل هذا الكلام اللي تقوله والارنب وهذا انا اول مرة اسمع من عندك. ما انا عارف والله لان انتو لا تعلمونا شيء عن دينكم. هذا الاهد الزنادق الكبار العالم الشيعي الكامل الباذل رأس الحكماء المسمى بالشيخ البهائي. وهذا الكتاب ما اهو? والله يا ابو سيطبعت ايه? اهو? كتاب اهو حققه حجة الاسلام الشيخ محمد رقص اهو رضا سقا زاد واعد دار الارشاد لاتباعتي والنشر بيروت لبنان حارت حريك شارع بكاش بناية فواز والتليفون اهوت كمان والعنوان اهوت والموقع كل شيء موجود اهوت والله ولم اكتب شيء من عندي. اهو الكتابة هوي عن الكتابة هو ما تقعدش تقولي انتم بتجيبوا الكلام ده من اين? كتابة هوت السر المستدر في احوال السر المستدر في العلوم الغريبة والجفري وتعبير الكاميرا مش عايزة اهو اهو السر المستدر اهو سر المستدرة اهو يعني ما تقول ليش انتم بتجيبوا الكلام ده من اين وخواص كزا وتحقيق كزا اهو اه اهو 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 في العلوم الغريبة تحقيق شوف تحقيق مين? حققوا حجة الاسلام عندكم اه? فما تقولش تقول لي انتم بتجيبوا حاجات من عندكم ايه? ده دين بتتعبدوا الله به والطبعة هيت وكل شيء اهو? ده دين بتتعبدوا الله به ده دين عياذا بلاد تقمروا النساءكم يحطوا الارنب في الحاجات اللي مش ايه يا عم الكلام ده? ايه يا عم الكلام ده? والله عندكم بس انت عشان جايل بذيناك بس قول لي شفت امامك المهدي بقى اما سبكم شفت المراجع لعبهم بيكم لعب ازاي? شفتم وتسمون حجة الاسلام وهما حجة الاسلام شفتم لعبهم بيكم ازاي اما سبتم امامكم المهدي للمراجع لعبهم بيكم ازاي? ده لسه في حاجات تانية والله والله في حاجات انا مستحق اقولها احد المراجع الكبار عندكم بيقول لي يجوز للزوجة ان تضع اشياء في دبر زوجها والله ما عايز اتكلم في الحاجات دي واشرح المرجع اية الله العظمى المرجع صدق الروحان بس انا واخد الصفحة من عنده علشان او حذفها واخدها من الموقع ويشهد الله على ذلك انا بس خلنا نرجع المراجع لعبهم بكم لعب ولعبهم بنسائكم وبعوراتكم لعب يا سباحة الردود نواس اما سبكم امامكم المهدي علشان ما فيش مهدي اصلا ودي خرافة وين امامك المهدي؟ ها 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 ه بيقول لك قصرة الخريط وقلة الحجيج إنما الإمام شاف الناس بتحج كتير فواحد قال له يا إمان شايف دول قال له دول كلهم أبناء زنة وقردة وخنزير على الحجاج فالإمام مسح على عين الراجل اللي معاه فلقاهم قردة وخنزير وأبناء زنة ولا مش عارف حاجاتي شفتم يتهم الحجاج بماذا كلهم مليئة بالحقد على الإسلام وجميع المسلمين لذلك هؤلاء لا يعشرون أبدا لا يآكلون ولا يجلسون هؤلاء الروافد قاتلهم الله نرجع تاني يا نواس وين الإمام نعم انت شو للحارق دمك انت شو للحارق دمك تطب للجنة تدخل للجنة تريد يا رب يا رب أدخل للجنة يا هاي خلاص لا تعبروحك يا الوادن لا تعبروحك مع الناس ما لك دخل انت بالناس نفس كلامك قاله مشرق قريشي للنبي صلى الله عليه وسلم قاله لابو طالب خل ابن عمك ده يبعد عننا أو ابن أخوك يبعد عننا خليه لا يأتينا في مجالسنا ولا يكلمنا أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدب إلى مجالس يدعوه ونحن بنتصل عليكم في بيوتكم لندعوكم إلى الحق والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو وضعتم الشمس في يمين والقمر في يسار يعني يترك هذا لن يتركه أبدا لأنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى ونحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي بقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنقر أنا الآن مش في قناة صفا والله إنت الآن إنت الآن في بث مباشر على قناة رامي عيسى باليوتيوب يا عم ما بنؤمرش معروف بنانهي عن المنقر اللي إحنا قلناه دوة اللي إحنا جبناه لكم الآن إنت أجبني الآن يا سماحة الردود نوماس وين إمامك المهدي؟ حسن شحاطة حسن شحاطة ليش ليش قتلتوه؟ مش هو اللي قتلوا آسد كسير خرج وقالوا اللي قتلوا لسانه لأنه قتلوا لسانه لأنه كان بيسب عرض محمد صلى الله عليه وسلم وبيتههموا في بحيش قول بقى الأصحاب ولاية الفقه اللي أم قاله اللي قتلوا لسانه أنا أرجع وأقول لك يا رب أقول لك وين إمامك المهدي؟ تقول لي حسن شحاطة يا عم وين إمامك المهدي؟ قول لي فيه؟ تبعكلنا اللوقشا بتاعي تم موجود على القرى الأرضية أنت قتلي متجوز زوجته اسمها إيه؟ تم عنده أعيال منها ولا هو عقيم؟ عمار بن ياسر من قتله عمار بن ياسر قتلته الفئة الباغية والله سبحانه وسعى هقول لك قتل عمار بن ياسر شوف أنا بجاوبك على سئلتك بس نفسك جاوبني بقى قتله الفئة الباغية كما في رواية النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فنسب حتى وإن وقعت في البغي فوصفها الله تبارك وتعالى بالإيمان حتى وإن وقعت في البغي فممكن فئة مؤمنة تقع في البغي لكن أنا عايز أقول لك بقى من اللي قتل أصحاب المدرسة الأصولية أليس المدرسة الإخبارية عندكم من الشيخ الوحيد البهائي ماذا فعل به؟ أفا سكر هاتوه هاتوه دردوه هاتوه سكر يظن أن أنا سنتركه إيه يا سمحت الردود بتهرب مني ليه؟ وإن إمامك المهدي بقى؟ هاتلك الفئة الباغية طب ارفع صوتك شوية ارفع صوتك شوية صوتك بعيد قول لي بقى وإن إمامك أفا بيسكر تاني والله عاد صوته مخفت قوي يا جماعة إيه يا سمحت الردود نوماس إني زعلت بس بيد مفتي السعودية هذا لأحوار طيب شكرا 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 واخدين على السب عندكم واخدين على السب عندكم خلوه من الفتاوي طيب تعال بقى طب تعال بانتسكرش الخط بقى أفا هاتوه بيتصل علشان يسب ويهرب المعامم الردود نوماس الردود نوماس اسمه إيه يا إخوة؟ اسمه الردود أبو نوماس الردود أبو نوماس وإيه عن منبر حسيني إيه؟ بيتكلم ويقول ويزد ويعيد ويشرك وضلل لكن في التصالات رمي عيسى ما يعلمش أي شيء عن هذا المعتقد الباطل المخالف لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم احذر أيها الشيعي والعاقل تجلس تحت قدم هذا الرجل وتستمع إليه وتأخذ دينك منه هل يوجد عاقل يقبل بذلك؟ الله ما دعم الشيعة واخذ بأيديهم إلى نور التوحيد كان معكم الردود الشيعي أبو نوماز